جيتوا هنا وغنيتوا غنوة مظبوط الغنوة دي ضربت ضربة احنا يا بنتي لو عادنا نحلف لحد بعد بأكرة محدش هيسبقنا نعمل ايه لا انا كمان ما حبش هبقى قاعدة غطى قولة اقسم بالله وانا هيا اعمل معاكي كده انا اشكت في لاحظة بس قلت لا 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 والله والله ما اعمل كده والله العزيم ما كان في حاجة واحنا هنا والمر فاتت واقفين بنغني بعد المسلسل الاغنية اللي هي في شي مكان اللي هي اغنية رومانتك ونزلت وكده وطلع اشعاعات ساعاتها اقسم بالله ما كان دي حاجة طيب استنى لما طلعت اشعاعات ما الاشعاعات دي ساعات خليك تفكر يعني انت ما بتعرفش حاجة خالص فيقولها فكرة ده ليلة والشام يا سيدي مفيش يا سيدي طيب يمكن وتقوم تدي يوجه مشاعرك بشكل او اخر صح؟ ممكن بس الاستاذة بالذات كل ربع ساعة يعني تتصور مع اي حد معدي في الشارع من الوسط الفني واي ممثل اي زميل اي حاجة من سننا يعني كان بيطلع عليها اشعاع بالنسبة لها هي يعني بالذات اكتر مني كمان عشان انا مش منتشر برضو قوي بس بس يمكن يكون اثر في الساب كونشوس بس بجد النقطة التحول او نقطة اللي هو بدأ الموضوع ياخد شكل تاني احنا الاتنين عارفينها وامميزينها لان هي كانت بالنسبة لنا كانت واضحة احنا يمكن احنا الاتنين حسنا لبعد الحاجة في نفس الوقت اظن سينكرون يعني اصلا هي سفرية اه سفرية اه والله اه ما هي سفريات فين دي لبنان كنا مسافرين لبنان احنا كان معاها باباها وامامتها وملك وكل الناس وكل حاجة وكنا مسافرين هي كانت بتعمل اغاني بالمناسبة بس ومن ضمن الحاجات اللي تثبتلك ان فيش اي حاجة بعد المسلسل ما خلص والله بجد انا مش عاو انا ليه بن فيها كأنها تهمة صحية بس حطينها تحت بالنسبة لي افهم حطينها تحت فراشر لا والله المهم بعد المسلسل احنا قعدنا شوية كتير قوي مش بنتكلم كل فين وفين اللي هو بنسأل على بعض خفيف قوي ايه الاخبار مش عارف ايه كتلاقي لو بتعمل اغاني بعيد عني حتى انا معروف ان انا رجل بعمل اغاني وكده ما جاتش حتى كلمتني قالتلي اعمل لي اغنية اقسم بالله ولا مرة كل فين وفين رقيقة بتقول لي انا بفكر اعمل اغنية دي ايه رأيك وتبعتلي اغنية اسمعها دامو اقول لها حلوة نص نص لا بلاش بقول لها رأيي زي ما اي حد بياخد رأيي في حاجة بقول له يعني فجات في مرة بعثتلي اغنية عجبتني قوي اللي هي الاغنية كلمة اخيرة اللي احنا سافرنا صورناها في لبنان اه فكان فيه شركة شركة معين مطرجي المنتج اللي كان اه اللي كان بنتج لها الاغنية كان عايز يصور في دبي او في لبنان وانا قلت لها لما سمعت الاغنية لو عايزين نصورها لك انا ما عنديش مشكلة ان اصورها لك يعني انا عايز اعملها لك كاخراج اه كاخراج بس هي كانت معاملها كلام ولحن وتوزيع هي طبعا كلام ولحن اسلام زكي اه لقى الالحان وتوزيع انا اسف كلام محمد حسن ولحن وتوزيع اسلام زكي فاغنية عجبتني جدا قلت لها حلوة قوي ويلا لو عايزيني اعملها لك انا يعني ما عنديش مشكلة ان انا عاملها فسفرنا بقى السفرية دي سفرية خاصة جداً في معاد غريب جداً حصل فيها شوية حاجات بينت معادن الناس شوية عندي وعندهم كعيلة يعني أنا أمي كمان كان أمي وأخويا كانوا معايا بالصدفة آه آه قاترها أنا السفرية دي آه عشان ماما كانت حاجات مثلاً علاجية وكده بتسافر لبنان فخدتها فرصة أن هي تيجي معايا بالمرة وتروح لدى كاترتها وكنا راحين نشتغل ففي السفرية دي كانوا بالصدفة شبه العيلتين موجودين في السفرية دي كنا راحين في رأس السنة فكان سباشل تايم في السنة كده اللي هو الناس بتحتفل فخرجنا كلنا كعيلتين يعني مع بعض خروجها معاين إحنا في الشغل ما بنعملش كده في العادي آه حصل شوية دروبس وصعوبات في المشروع والتصوير بنصور في التلجة وبهدلة والتلجة مغرقنا لحد هنا كتها تموت بجد بجد كتها تموت لأن هي لابسة لبسة معين بتاع التصوير معين بنتي آه مش لازم أتعطف معها مش لازم أتعطف معها لا أتعطف معها هي كانت لابسة يا حبيبتي كانت لابسة هدوم بتاع تصوير عادي إحنا لابسين بقى بوتس لحد هنا عشان التلج هي لابسة جزمة ومبلولة مية لحد هنا ووقفة في نص التلج فعل إحساس ده آه ده برضو في فيديو فظيعة بتاعة الجبل وإحنا طلعا هتوهلنا هتوهلنا طلعا طلعا وايوا دمشي بقى كده هل تستطيع أن نتكلم؟ في السفرية دي الأمور بدأت تاخد شكل مختلف شوية كده اللي هو الواحد بدأ يقول إيه؟ طب والله يعني أنا بالنسبة لي يعني البنت دي أنا هي بتمثلي كل الإمبوت اللي داخل دماغي من الليلة حاجات إيجابية كلها حب ولزازة ورقة وأدب وتربية كل المعطيات حلوة اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميم السنوية والشهرية استخدم مقود Allowatch.com